كنت هربان ساعدتك؟ مفالسع؟ فكرة وكالم غير بواب؟ ميه ساعدتك؟ أنا اللواء الشوقي حامد المر رئيس مباحث الأموال العامة ميه؟ يا فندم اللي بيحصل ده مش فيه مش أخلاقي إحنا عادنا مع السادة اللواء واتفقنا معها كل حاجة ولمينا الموضوع ورتبنا الجدولة والتصالح ونزلنا من عنده والملف مقفول بتفتحوه تبين سيادة اللواء مين ده اللي اتفقتوا معاه؟ سيادة اللواء شوق المر رئيس مباحث الأموال العامة وده عبرتوه فيين بالزبط؟ في فرع مباحث الأموال العامة اللي في 6 أكتوبر يا فندم وقعدنا مع سيادة اللواء أكتر من ثلاث ساعات وشربنا لمون بالنعناع والراجل كان متفهم قوي وعقلاني قوي ووصلنا لحلول وإيه بقى الحلول اللي وصلت لها مع سيادة اللواء؟ حلول عملية جداً الدولة محتاجة فلوس وإحنا وفقنا ندي الدولة الفلوس اللي هي محتاجاها ويا ترى دفعتوا حاجة للدولة؟ ولا الموضوع لسه كلام يعني؟ تقصد هي يا باشا؟ قصلي دفعتوا حاجة لسيادة اللواء؟ فوقتوله حاجة؟ لا يا فندم لا أنا أرفض السؤال ده شتلاً وموضوعاً عشان أخلاقي وأخلاق سيادة اللواء شوق المر فوق مستوى الشبهات وإذا قلت لك بقى إن سيادة اللواء ده له لواء ولا حاجة وإنه أصلاً ما اسموش شوق المر وإنك إنت وغيرك إتكلته على أفاكه من حتة نصاب ما يستويش ثلاثة تعريفة هتقول إيه بقى؟ دفعتوله كام؟ 20000 جنيه مش ممكن والله العظيم يا فندم مش ممكن والله العظيم الثلاثة قال إن كنت مع اللواء شوقي هو لو صلي المطار بنفسه قلت لك أنا اللواء شوقي مر ومقول مين بس يا فندم بروحت أقابلتها في 6 أكتوبر ده؟ مش فانت بتقول إيه؟ قابلت لواء مين في 6 أكتوبر؟ في الفرع يا فندم في 6 أكتوبر مباحث يا فندم ملهاش فرع في 6 أكتوبر إزاي بس يا فندم ملهاش؟ دول السادقوني مين لسادعك؟ إنه هو شوقي المر قلت لك أنا اللواء شوقي المر موسيقى 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 والله العظيم والله العظيم يا فندي من العمر شفته ولا عرفته هو طلب مني يأجر أربع شؤة في العمارة في أول دورين وأقل إنه هيصور فيلم وإنت تأكدت من شخصيته؟ آه يا فندي قداني الكارت بتاعه أحمد السبكي مونتك سينمايا ده راجل شيك قوي يا فندي ركب عالمية مارسيلس ومعاسي كرتيرا وبعدين ما أخذت يشرب سجار هطلق وشوف بطاعته وأجر منك شؤة كم يوم أربعة أيام يا فندي أربعة أيام وداني أربعة ألاف جنيه وبعدين أقولتها هوريز مصلحة القيدي وخلاص وبعدين يا فندي بقى أنا مش قاعد في العمارة العمارة متشطبة ولسه ما سكنتش تقدر توصف لي ساتة اللوى ده؟ أيوة يا بيه هو لا طويل ولا قصير ولا دخيل وهو مرفيع ولا بيض أوي ولا سمر أوي يا بيه ما فيش علامة مميزة تقدر تميزه بيها؟ وش وكشر أوي أنا أول ما شفته استغراب والراجل ده وش وكشر كده ليه؟ بس لما عرفت إنه ليه قلت هادي يعني يا بيه؟ والجماعة دول يا باشا أول ما جوموا قاعدوا في العمارة أنا انفار ليه في قادي وأضعهم كده ما لا يحنيش دخلي يا بقى حساكن رايحة وحساكن جاية جو ولا بش يعني يا باشا بصريح العمارة وقفة حالي كويس وبعدين روحت الأمين الشرطة والعساكن اللي وقفين جدام باب العمارة أنا راجل بفهم في قصور قلت أعمل مواجد معاه روحت منازل لهم طاق مشاهد يقوموا بحثين للحساد الطاق طاقين هنا الفار ليه في أبي أكتر من أول يا باشا آخر المهار بقى باشا عربية تبع الحكومة لاته ورح يتوقفها والداب بالعمارة هي ورفت من هنا والأعزاكن بقى تحيجات إيه؟ يعني الدولية كهرابة يا باشا أنا قلت في إيه؟ روحت رايح لأقليل الشرطة سألت أقول في إيه؟ قال لي دا سيادة الليوة فعلا يا باشا راجل شخصية هنا مالي مركزه يا باشا بصيته بصيتك آه من هنا أنا الفار بطل يلعب في أبي أباشا بس بصراحة الناس دي ناس حلوة حلوة ما شوفتش بينهم حاجة وشة أبدا يا باشا لدرجة مرة سيادة الليوة طلب مني دي اللامون بالنعناق من القهوة من عندي بحثهم وهم ساعتهم يبقى تلقشين دنيا وما أخدش الباقي بسحدة يا باشا راجل برينس 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 يا باشا اللي حصل دا مهزلة انتوا ايه؟ ناهمين على ودانكم؟ لما شخصي يمتحت شخصية لوا رئيس ما بحث إلى أبوها العامة ويعمل فارة ويحط عليه لوجو وزارة النقلية وعساكر وسلاح دي ما تبقاش بلد اللي تبقى فوضى فين الامن العام؟ فين المحس جنقية؟ فين الدوريات اللي رايح حاجها في الشارع؟ فين عامن الدولة؟ كل دا كان قصاد عينيكم ما شفتهوش؟ ما شفناه يا فندم وقفتوا وتفرجوا؟ حصلهم يا فندم كان معاهم تصريح تصريح؟ تصريح ايه؟ انهم يعني بيصوروا فيلم من عندنا هنا؟ للأسف يا فندم لعنى الداخلية ساعدتهم ودت لتنصد تصريح عشان همتاخل شخصية لواء؟ اللي هتو تبقى مشاركين معاه؟ وما أبطوش على أي أعيل من الأعيل اللي كانت معاه؟ جاري البحث عنهم يا فندم الراجل دا يجيني في خلال 24 ساعة والأعيل اللي كانت معاه؟ مفهوم الساعة اللي هو؟ تمام يا فندم الصحافة ما تاخدش خبر ولا كلمة تتنشر طبعا يا فندم خبر نزل في الطبع الأولى من جريدة بلدنا يا فندم أوليحي يترفع من الطبع التانية واللي في السوق يتلم تحت عمرك يا فندم علم وينفس الراجل دا هواري عشان يعمل العمله دا لازم يكون مختارك الدحلية للأسف يا فندم أنا برضو شايف كده طريق دخوله على رجال الأعمال بتؤكد إنه عنده ملفاتهم بالكامل لا وعنده معلومة بإنه هيزر أمر بالأبضى عليهم خلال ساعات وإلا بيشتغل على الراف أو بيدرب الوالع وكمان طريق دخوله المطار يا معالي الوزير الكرنية اللي كان لابسه دا ما بيطلعش إلا من أمن الدولة يعني رجال الأعمال اللي احنا مسكناهم بينصبوا على البلد جنة الصبدة ونصب عليهم لا ونصب على الشارع بحاله وعالداخلية والمطار الراجل دا عايزه يجيني في خلال 24 ساعة أجهزت الوزارة مالهاش شغلانا غيره تمام يا فندم إيه الكلام الفاضي اللي إنتوا نشرينه دا؟ نصاب ينتحل صفة ليوا شرطة؟ انتوا بتجيبوا الكلام دا منين؟ يا جامل بيه إحنا بنشرش حاجة إلا ما بنكون متأكدين منها ومع ذلك أنا مقدرش أفسها مصادر مصادر إيه يا أستاذ منتصب؟ دا فيلم، فيلم كان بيتصور هناك ومطلعين له التصريح وإحنا موفقين لهم تقوم تقولي انت حال صفة ليوا؟ هو فيه حد في البلد دي يجرؤ ينتحل صفة أمين شرطة؟ بس هنا عندنا معلومات مؤكدة إن المباحث راحت هناك وإن انتوا خدتوا ناس من الشارع وصاحب الأمارة وصاحب الأهواء دا شغلنا بقى وإحنا عارفين بنعمل إيه كويس؟ انت كاتب في الخبر نصاب ينتحل صفة ليوا وينصب على رجل أعمال كبير فين بقى رجل الأعمال دا؟ رضي عبد النعيم